بس ايه الفرح كان حلو قوي مش صحي يا احمد ولا ايه اه اه الفرح كان جميل طب انا ادخل بقى وغير هدومي وبعدين اجي احطولكم العشع عشان تدعش شفت يا اخويا شفت القاعة شفت القاعة اللي حمات جايبها البنته شفت عاملها ازاي سكوتي يا حاجة سكوتي ده انا اول ما شفت القاعة اندهاشت وانبهرت من المنظر اللي انا شفته دي ايه القاعة اللي هو عاملها البنته دي ايش معنى بقى بفرحي كان جايب لقاعة قد براد الشاي كانت لما ميت نفر بالعافي واضح كده انه كان مستقل بينا وبين دخلتنا ماشي ماشي عموما كل حاجة سلف ودان لكن شف يا اخويا مع بنته راشا دي وجوزها صلاح كان عاملوهم البدع انا عارف الراجل ده يفضل كده لحد امت ولا شفت الاكل واصناف الطبخ اللي عاملها في البوفاة ايه يا اخويا ايه يا اخويا شفت دي كل رومي والفراخ والحمام واللحمة ولا الترابيز اللي كان من اولها الاخرها حلويات بسبوسة وكنافة والطرط وجاتوهات وحاجة ساعة كل حاجة اه يا حاجة شفتهم شفت الطرط والحاجات اللي كانوا حطيتها على الترابيزة الحلويات اه اه شفت ولا على ايامك كانوا جايبين علبة صغيرة كده وحطين فيها حتة جاتوه وحتة بسبوسة قد كده هو والشوكولاتاية واحدة لا لا يا حاجة فيه فرق كبير قوي انت بتقارن ايه بقى ابوس ايه ريكي حاجة انا مش عايز افتيكر ولا عايز اشوف الحاجات اللي انا شفتها في فرح بنته دي تاني ولا شقتها يا قلبومك شفت الشقة لما روحنا نبريك لها شفت الشقة عاملة ازاي ولا الفرش والستار والحاجات اللي حماك جابها البنته عاملة ازاي انا مش فهم والله مش المفروض يجيب لي الاختين شبه بعض مش يجيب لي واحدة احسن حاجة والتاني هيقل حاجة والله انا ميوخي هيفرقع من ساعة ما شفت الحاجات اللي عاملها في فرح بنته انا انا اعمل ايه? ده انا كنت قاعدة مقهورة وقاعدة على نار ده انا كنت قاعدة على اعصابي ولا الاجهزة الكهربائية اللي جايبينها البنته وده جازمي الجديد وغسلة من الجديدة ولا التلاجة اللي هي ام بابين دي عارفها? الحديثة دي لا 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 يا حاجة مفيش مقارنة خالص بين حاجتي وحاجتها انا مش عارف والله ايه دي ده انا اللي عمري ما غيرت من حد ولا بصتت في حاجة حد خلانا غير منه المعافل ليه يعني يستقل بنا كده ويعمل معنا كده? ليه? احنا عملنا له ايه? عمتني يا حبيب امك الكرة لسه في ملعبها وانت تعرف تجيب حقك وحق امك وقلة الزوء والايميل اللي احنا تعرضنا لها منهم هعمل ايه يعني يا حاجة? هروح اقول له الوقت هاتل تلاجة ولا بودجاز? بعد ايه? بعد ما تدبست التدبسة الصدى دي? خلاص بقى ما عادش ينفع ده كان زمانه خلص انا خلاصي حاجة تجوزت ما منفعش بقى لا يا حبيب مفيش حاجة اسمانة خلاص تجوزت لازم تاخد طارك وترمك طب ازاي بس يا حاجة? طب بصي اقملي وانا نفز بس اقول ليه اللي بس اعمل ايه? طب بصي يا ابني انت اكيد مراتك هتيجي تقول لك انا عايز اروح لختي عشان انا اطهف الصباحية صح? اكيد وياك توافق انا بقول لك اهو لازم نكسر نفسهم ونزلهم ببنتهم لازم عشان يتعلموا هم منازبين مين وكمان مروحة لابا واماكم واقعدها في البيت هنا كوم تاني خالص قال لي البقعة لقد ما تقدر من مروحة البيتة يا اهله لازم نكسر نفسهم ونزلهم اه حقي حقي برضو يا حاجة ما هو برضو اللي عملو فيها مش قليل لا يا حبيبي ده اللي عملو كتير وزيادة كمان اه لازم اخد بطاري برضو منهم يا حاجة واقوم بقصرة النفس اللي انا قاعد فيها دي وكل اللي هتعمله ده من غير ما تبقى ان انت متضايق ولا متغاز من حاجات اللي هم اجابينهم لبنتهم كأنك مش واخد بالك اصلا سمعني يا حمد ركزلي ماشي يا حاجة ماشي انا هنزل دلوقتي بقى يا ابني شقتي وهعمل النفس مش واخدة بالي من اي حاجة خالص مع اننا دمي محروق ومأهورة بس لازم انزل شقتي وانت كمان لما تيجي تتكلم مع امراتك او تتعامل معاها بان لها انك مش مهتم كده فاهم وانا بقول لك اهو قوعد مين قدامها انك متضايق او غيران من الحاجات اللي همات جايبها لبنته ماشي ماشي يا مام ماشي ماشي يا حماي ان ما علمتك ازاي تعملني بأدب وبحترام وتقدرني زي ما بقدرك مبقاش ان ايه حبيبي انت نازل الشغل اه خلص نازل الشغل اهو طب اعمل حسابك الساعة تسعة بالليل هنتجمع انا وبابا وماما واخواتي عشان نروح نبارك للرشا وجزه لا بقول لك ايه متعمليش الحسابة والحسابك في الطالعة احنا مش فاضيين للكلام ده يعني ايه الكلام ده لا طبعا انا لازم اروح ابارك لاختي وانقاطها في صباحيتها بعدين بعدين وبقول لك ايه بقى واسع من قدامي كده انا اصلا مش طويق نفسي ومش عايزي وجع دماغ من دلوقتي هو ايه ده يا احمد اللي بعدين هيبقى منظرنا وشكلنا وحش او قدامهم لازم نروح نبارك لهم كده يعني تاني يوم جواز وبعدين دي اختي هي حد غريب عشان اروح لها لا اه يوم تاني ولا يوم تالت لا انا لازم اروح لها في نفس اليوم عشان ابارك لها امال مني اللي هيقف جنبها دي اختي ولا اقولت لك مش هارخ في حتة ولا هاروح ابارك لحد او انت مش هتقدرين عن الحاجة حصب عني اما اللي انت بتقول ده ما يصحش ما يصحش يا احمد ازاي ما روحش لاختي وابارك لها وهي لسه عروسة دي كان فرحا بارح فيه ايه يا احمد فيه ايه يا مونة صدقه معالي قوي بتتخنقوا ليه يردجي يا حماتي تعال احضارينا بقى فيه ايه خير بقول لها اروح مع امي واخواتي وباب عشان نبارك لاختي على فرحها دي كان فرحا بارح يقول لي لها مش رايح في حتة يعني دي اختي ازاي يعني ما روحشها بارك لها ليه يا ابنة كده ما تسيبها يا ابنة روح مع امها وابوها واخوتها عشان تبارك لاختيها ما فيهاش حاجة يعني لا انا قلت لا ما فيش مروح في حتة وبعدان انا مش فاضي مش فاضي عشان اروح في اي حتة ولا بارك لحد وبعدين انا معايش فلوس واحنا يعني عشان نروح لاختيها مش هنقطها انا ما فيش معايا فلوس المفروض تفهم كده مش عايز وجع دماغ بقى خلاص بقى يا مونة يا بنتي ما تكبرش الموضوع طالما جوزك قالك لا يعني مش هينفع نروح خلاص اسمعي كلام جوزك وبعدين هو بقولك معهاش فلوس يعني هو اضرب ظروفه المادية واضرب اللي هو بيعمله وبعدين يا بنتي ما انت رحت وعملت الواجب وطلعتولها الشاقة وكده يعني يعني هي حتة الفلوس دي يعني اللي هتكبر الدنيا يا ستي يلا خلاص مش مشكلة عد بقى الموضوع وما تعملش مشكلة عشان خطر جوزك يعني يا حماتي لو كانت بنتك اللي بتتجوز كنت هتعملي معها كده كنت هتيجي تاني يوم فرحة مش هتروح لها عشان تبركلها ازاي يعني ازاي يا بنتي وقتها الله اعلم بالظروف هتبقى عاملة ايه وبعدين انا مش ماينفعش يعني ان انا يأزنه ابني واقول له لا اطلع فلوس بالعافي عشان يروح لاخته ايه الله مش لازم ابقى قادرة بابني ولازم اقدر ظروفه طبعا امال ايه ما تعملش مشاكل عالفظي يا بنتي وتكبر الموضوع اعلميها بقى قول لها يا حاج عشان انا تعبت ودماغي وجعني وعايز اروح شغلي ما اناش عارف منها عملت نحيني من الصبح خلاص يا ستي ما تزعليش انا هاخدك انا وانت دلوقتي ننزل تحت نتمشى شوية كده واجيبلك بقى ايه حاجة حلوة كده من الدكان تكليه وانا يا ستي اللي هعزمك عليها ما تخفيش حاجة حلوة حاجة حلوة ايه يا حماتي هو انا بقول له خرجني وفسحني واشتريلي حاجة حلوة هو مش راضي انا عايز اروح لأختي عايز اروح لأختي في تاني يوم فرحة عشان ابرك لها هو ايه اللي انت بتعملوه ده ايه لا 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 ده انت دماغك ناشف اوي وما فيش فايدة فيك بقول لك ايه يا احمد ما تشوف مراتك دي يا اخوي انا فيها اللي مكفنة معناش نقصها ايه وجع الدماغ دي بقول لك ايه سيبك من كل اللي انت فيه ده وتعالي عشان تنظفيلي الشقة اصلي الشقة بتاعت مني يلا بستين نيه ليه عاملة زي الزريب عايزة تتنظف هو احنا في ايه ولا في ايه شقة ايه اللي عايزة تتنظف دلوقتي انا عايزة اروح لأختي عايزة اروح لأختي بقول لك ايه انت بتزعاق الماما كده لا يلا اسمعي كلامها واشوفها عايزة منك ايه انزل لنظفيليها الشقة بدل ما انت وقفت تتخنق معايا وصوتك على قد كده او النبي يا ابني عندك حق ده الشقة تحت عندي تضرب تقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت اصلي العيال والاد اختك كانوا عندي ومخليين الشقة زي الزريبه وبعدان يا اختي انت قعدت اسبوع كل يوم من صباحية ربنا تروحي تفرشي في شقة اختك وتعميلي وتجيب بعد وتجيب لنا نص الليل ايه المشكلة يعني لما تنزلي تنظفيلي الشقة مش لازم يعني تروحي لأختك النهارد ايه بيروحي لها مرة تاني يلا يلا يا موني انزلي مع عمي يلا نضفي لها الشقة بلاش واجع دماغ ايه وكده يا ودي يا احمد حيمش يا ولا اثبت يد على رأيك وما تخليهاش تروح في حتي لو رجعت في كلامك يا ولا هزعل منك قوي وعايز اقولك على حاج اعمل حسابك حماك وحاماتك ممكن وهما رايحين لبنتهم اللي اتجوزت مبارح دي يعدوا عليك هنا قبلة زي الزفت وتخلي وشك كده كشر وما تقدم لهمش حاجة يشربها ولا يكلوه انت فاهم اعمل ايه مهم يصحش اللي هما عملوه دي يفرش البنتهم احلى فارش واحلى شقة وعلى بنتهم اللي جات عندنا دي جايبين لها شوية هلهل وشوية كراكب وحاجات ما عفنا تقرف الكلف صح يا ماما انت عندك حق فعلا انت كلامك كله صح انا متغاز والله منهم يلا يا ابني روح انت بقى على شغلك وانا هنزل اشوف البيت دي نيلة ايه في الشقة ايوا كده صح انا لازم اوري لهم العنى الحمرة ولازم اوريهم الوش الخشب انا مش راجل هفق عشان يعملوا معايا اللي هما عملوه دي اهلا يا بابا اهلا يا ماما ازايكم عاملين ايه منورين والله اهلا يا بنتي البيت منور بنورك يا حبيبتي بقولك ايه انت مجيتش معانا ليه وانحنا رايحين لاختك انا عارفة بقى يا بابا اه اصلي جوزي مرتوح اش قال لي ان هو مش فاضي بقى اكيد احمد جوزي هو اللي جاه سلام عليكم وعليكم السلام يا ابني اه ما جيتوش ليه يا ابني معانا وانحنا رايحين لاخت امراتك ده احنا لما روحنا كانوا بيسألوا عليكم انت ومراتك معلاش بقى اصلا ما كنتش فاضي كان عندي شغل بقولكو ايه انا هدخل اعمل دور عصير منجة كده ونشرب كلنا لا بقولك ايه منجة ايه هتعمل ايه اعملي شاق ليه كده يا احمد ما احنا عندنا المنجة جوه اعمل شاي ليه اسمع اللي بقولك علي تخوي اعملي شاي لا يا بنتي لا ما تعمليش حاجة احنا واكلين وشربين عند اختك كل حاجة وكان عندها الكحك والباسكوت والبتفار والعصير وكل حاجة الحاجات بتاعت العروسة بقى تعالي يا بنتي اعودي تعالي انا داخل اغير هدومي مالو يا بنتي جازك عامل كده لوم اضايق مش طيق نفسه ولا طيقنا حتى احنا كمان والله يا ماما ما انا عارفة مالو انا نفسي كمان مش عارفة ايجا حسك كده غريب متهيق ليه كده يا ماما من ساعة مرجعنا من فرح اختي وهو مقلوب علينا القلبة السودة دي مش عارفة مالو معليش يا بنتي يمكن الفلوس مزنقة معاه شوية ولا حاجة عشان كده معرفش يجي لاختك وانا ما قلتش حاجة انا حتى ما يعني مرضتش ان انا اعمل مشكلة ولا حاجة وحامتي جات قاعدت تقولي نظفيلي الشقة وعمليلي مش عارف ايه نزلت معاها واعدت نظف لها بس انا من ساعة الفرح وانا حسك كده متغير ومتدايق ومقلوب مش عارفة مالو خلاص يا بنتي مش مشكلة كبر دماغي وما تقفلوش على كل حاجة بقولك ايه احنا تطميننا عليك اهو هنقوم نمشي احنا بقى خلي بالك من نفسك يا بنتي لا ما تمشوش لانتوا لازم تتعشوا معانا يا بنتي ما هي امك قلتلك احنا لسه واكلين عند اختك اشاء وشويات وبطننا مليانة قد كده محنش قادرين يلا بنا يا حاجة يلا بنا يا اخويا احنا هنمشي بقى يا بنتي يا جماعة انتوا ملحقتوش تقعد وما ينفعش كده معلش يا بنتي هنجلك مرة تانية سلمي علي جوزك حاضر يا بابا ايه ميشو احسن انا عايز اعرف بقى في ايه يا احمد انت لا عايز نروح لاختي ابرك لها ولا عايز تقعد مع امي وابوي واقولك اعمل لهم عصير تقولي لا ما تعمل لهمش عصير اعمل لهم شاي ضاي صح ما لك مداء منهم كده لا هم عملوا فيك ايه او انا تقلمتهم ولا جيت جنبهم ولا عملت لهم حاجة ما انا دخلت قلت سلام عليكم ودخلت كده غيرت هدوم ايه يعني اللي حصل ما حصلش حاجة انت اللي مكبرة الموضوع المشكلة كلها ان انا جاي تعبان من الشغل وعايز ارتاح فيها ايه دي لا الموضوع مش شكله ان انت تعبان وعايز ترتاح والكلام الفضي ده كله ما يدخلش دماغي انت من ساعة مرجعنا من فرح اختي وانت مقلوب قلبها صدى ومنيلة بستين نيلة عايز اعرف بقى في ايه لا انت بس بيتهيقلك دماغك بتتوهم حاجات لا انا ما بيتهيقليش حاجات ولا بتوهم حاجة انا عارفك وحفظك كويس قوي ده انا عارفك اكتر من نفسي اقولك انا بقى انت من ساعة ما شفت شقة اختي والحاجات الحلوة اللي بابا جايبها وانت هتتحبل مش كده ولا انا غلطانة اه بصراحة اه انت مش غلطانة ابوك كان مستقل بيا قوي وشايفني ماليش اي قيمة ده حتى القاعة جايب لها احسن قاعة ومين بقى قالك ان بابا هو اللي جايب القاعة ده حمى اختي هو اللي جايب القاعة من اقتبنه بيها لكن بابا ماليش اي دعوة بالموضوع ده فيه يا اولاد صوتكم عالي او بتتخانوا ليه فيه يا حماد انا بتكلم مع جوزي ما فهاش حاجة يعني صوتنا مش عالي ولا بنتخانك وبعد انت دخلت علينا كده بالمفتاح ما تخبطي واحنا هنفتحلك ويه المشكلة لما تدخل بالمفتاح هي حرة ده بات ابنها وهي حرة فيه تعمل اللي هي عايزها خلاص ماشي يا عم تعمل اللي هي عايزها ده مش موضوعنا لكن بابا زي ما قلتلك ماليش دعوة بموضوع القاعة ده ولا جاب قاعة ولا عمل اي حاجة وزي ما قلتلك كده ان ابو العريس هو اللي جايب القاعة لابنه اه ابو العريس هو اللي جايب القاعة لابنه طب والشقة بتاعت اختك والفرش الحلوة والحاجات الحلوة اللي فيه برضو ابو العريس هو اللي جايبه انت ناسي ان اختي كانت موظفة وكانت بتقبض مرتب لكن انا مكنتش بشتغل ولا كنت بجيب حاجة لكن اختي فضلت سنين كتير قوي تشتغل قبل ما تتجوز واشترت لنفسها حاجات كتير قوي وكانت عاملة جمعيات وجابت منها كل حاجة وبابا مالوش دعوة باي حاجة اختي اشترتها اه ما انت لازم يا اختي تدفع عن اهلك وتقولي عليهم الكلام ده اما لي عنها تقولي ايه ما انتش لقي حاجة تقوليه لو سمحت يا حماتي ما تتدخلش بيني وبين جوزي انا وجوزي بنتكلم في موضوع انت بقى تدخلك ايه في الموضوع والله والله بابا ما اشترى اي حاجة لاختي من الحاجات اللي هي في الشقة اللي انت شفتها دي اختي هي اللي اشترت كل حاجة وهي اللي جاهزت نفسها من مرتبها المفروض انت كنت تسألني قبل ما تتدايق وتتأمس وتتقلب علي القلب السودة دي وانا كنت فهمتك الحقيقة ده انت حتى نسيت ان الكلام ده انا قلته لك من زمان من قبل اختي ما تتجوز ولا حتى تتخطب قلتلك انها بتشتغل وبتحوش وبتعمل جمعيات عشان في حاجات كتيرة اول نفسها فيها وعايزة تجيبها لما تيجي تتجوز وان بابا مش هيقدر يجيب لها كل الحاجات دي يا ست انا مش زعلان ولا حاجة باباك برضو حتى لو كان عايز يجيب نختك ما هو حر ما يجيب لي بنته اللي هو عاوز ووحد شريكه بقول لك ايه يا اختي انا ابني راجل عينه مليانة وراجل شبعان وعمره ما يبص الحاجة في ايد غيره ابدا انا دخل قطي اصلتها ابانة وعايز ارتاح شفت يا حاجة قد احنا طلعنا ظلمين الراجل لا طلع جايب لبنته حاجة ولا حاجز لها قاعة ولا اي حاجة خالص وخلتين قابلهم مقابلة زي الزفت وعمل مراتي معاملة وحشة اسكت يا واز يا عبيت وانت صدقت الكلام الفرخ دي لا لا يا ماما مراتي فعلا عندها حق اصلا انا عارف حماية دخله كام وعارف انه ما يقدرش يجيب الحاجات اللي احنا شفناها الغالية دي خلاص يا ابني انت حر انا كان قصدي يعني خفتي يعني ليكون الراجل جايب لبنته حاجات وما جابش لمراتك يكون مستقل بنا يعني لكن انت طالما شايف كده ومصدق مراتك خلاص انا الحمد لله عناية مليانة وشبعانة وعمري ما بسط لحاجة حد ابدا وعمري ما اتدخلت بنعيل من عيالي ومراته داني طول عمري في حالي وسايب عيالي يتصرفوا براحتهم وعمري ما اتدخلت في حاجة هو انا جايبني ورا غرح نيته وطيبة قلبي ديت للمشاه الله